300 شخصا أصيبوا بحالات اختناق جراء انبعاض غاز الكلور من مجمع لمياه الشرب في قضاء قلع السكر شمال الناصرية تم نقلهم ليلة أمس لتلقي العلاج إلى مستشفى القضاء والأقضية المجاورة الإصابات اللي وصلت عندنا تقريبا 300 إصابة هي أكثرها غالبية خفيفة وكلهم الحمد لله وشكر هم خرجوا بسلامة وتكتسبة والشفاء الكامل ما عاد أثنين حولناهم مستشفى الرفاع وهم خرجوا أيضا الحمد لله مشروع ما قلع السكر منشأ منذ عام 1980 وصار تسريب في قنين تلكلور المادة اللي نستخدمها بالتعقيم وكان إجراءنا سريع وسليم بإلقاءها في حوض السحب حتى نخلص هذه المادة بالماء وأضرارها على المدينة ولولا هذا الإجراء كانت هناك خسار بشرية كبيرة جدا استنفار أمني وطبي لمعالجة المصابين نتائجه كانت إيجابية بسرعة الاستجابة وتدارك الموقف قبل أن تتسع رقعة التلوث إلى المناطق المجاورة وزيادة أعداد المصابين أغلب الحالات اللي تعرضت للاختناق كانت الناس قاعدة على الكورنيش كورنيش ضفها في الغراف وبقت الناس مستهينة بالوضع والصور وحالات كلها بسيطة دخلنا للطوارئ وطلعنا من الطوارئ أغلب الحالات يعني طلعت حالات سليمة ما عدنا أي ضرر نهائيا صار أكو تسربوا بأحد أبطالة الكلور هنا بالمشروع ونتيجة الاستهلاك هذا اليومي الحمد لله يعني صارت حالات اختناق بس الحمد لله والشكر كلها زينة أنا إن شاء عدوا ولد اثنين هم خذوا العلاج والحمد لله زينين يعني قدم مشاريع المياه وعدم توفر شروط السلامة تحولت إلى كارثة حقيقية تهدد حياة المواطنين من مدينة قلع السكر شمال الناصرية لؤي الرفاعي العراقية الإخبارية